موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها قد عدنا من جديد لنواصل دروسنا من خلال عملية التعليم عن بود فمرحبا بكم مجددا أحباء الصغار المكون الاستماع والتحدث والوضعية التواصلية موضوع حكايتنا خروف العيد وأيضا موضوع الوضعية التواصلية التي تعرفنا عليها أصف لعبة إذن حصص الحكاية السادسة والسابعة والثامنة وحصص الوضعية التواصلية الثالثة والرابعة الأهداف التي نسعى لتحقيقها بإذن الله في مكون الحكاية التسميع والسرد والثثمار القيمة مع التشخيص وأيضا الوضعية التواصلية استعمال فعل كلامي أصف في وضعيات مختلفة إذن لنستمع للحكاية أعزاء الصغار نستمعوا جيدا خروف العيد عنوان الحكاية خروف العيد اقترب عيد الأطحى فذهب حم إلى السوق ليشتري خروفا طاف السوق فاختار خروفا واشتراه عاد حم إلى منزله فرحا تقبلته أسرته فرحا دخل حم إلى البيت ونسي الباب مفتوحا بقي أبناؤه يلعبون مع الخروف فمثلوا البائع واللس عندما كانوا يجرون وراء اللس هرب الخروف طاف بين المنازل ودخل منزلا قريبا في هذا المنزل تعيش أرملة مع أطفالها فرح الأطفال بالخروف وصاحوا وهم يقفزون خروف العيد هذا خروفنا قالت الأم هذا خروفنا من جاء به خرج حم مسرعا ليبحث عن الخروف في طريقه سمع كلام الأم وتغاء الخروف طرق الباب فهمت الأم أنه صاحب الخروف فقالت هيا يا أبنائي ساعدوا حم على إخراج الخروف سمت الأطفال وأحس حم بحزنهم تأثر لهذا المشهد فقال هذا خروفكم إنه هدية مني في الأسبوع الموالي عاد حم إلى السوق عند باب السوق صادف وصول شاحنة محملة بالأكباش اختار واحدا وسأل البائع كم ثمن هذا الخروف رد البائع مبتسما أنت رجل طيب خذه مجانا وقف حم متعجبا وظن البائع يمزح تابع البائع كلامه أنا لا أمزح هذه وصية أبي في كل سوق نهد خروفا لأول زبون هذا خروفك وبدون مقابل عاد حم إلى منزله فرحا تقبلته أسرته فرحة تعجب الجميع للصدف العجيبة كيف أهد خروفا وحصل على خروف هدية فقالت ابنة علي قال الرسول عليه الصلاة والسلام حم من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء بعد الاستماع للحكاية سنحاول قراءة هذا المقطع المتضمن في هذه الحكاية تنفلنا السماء هيا يا أبنائي ساعدوا حم على إخراج الخروف سمت الأطفال وأحس حم بحزنهم تأثر لهذا المشهد هذا المقطع إذا تذكرتموه هو مقطع الذي قالته الأرملة لأولادها عندما دق عليها حم لإخراج خروفه وهذا المقطع هو الذي سنستخرج منه قيمة هذه الحكاية تنطلاقا من هذا المقطع نستخلص أنه يتضمن قيمتي التضام والتعاون فيما بيننا وأيضا القناعة إذن يجب علينا نحن جميعا أن نتعاون ونتضامن ونساعد بعدنا البعض ونكون قنوعين سننتقل بعدما استخرجنا قيمة الحكاية إلى التشخيص أو التمثيل إذن في هذه الحصة نقوم بتوزيع الأدوار بينكم أي بين المتعلمين إذن منكم من سيلعب دور حمه ومنكم أيضا من سيلعب دور الأطفال والأم ودور الأرملة مع أطفالها إذن هذه هي الأدوار الأساسية لتمثيل حكاية خروف العيد ولا ننسى اختيار الفضاء المناسب لتمثيل الحكاية إذن الفضاء أكيد سيكون البيت أو الغرفة وأيضا على السطح كمكان لبيع الأكباش والأحداث تبقى نفسها هي أحداث حكايتنا هذه تنبي التوفيق صغاري ولا تنسوا أن تشاركوا أفراد أسرتكم في تمثيل هذه الحكاية الجميلة أدعوكم أطفالي أن تمثلوا هذه الحكاية وتشاركوا فيها مثلما قمتم بتمثيل الحكايات الأخرى وفقكم الله أعزاء الصغار إذن هنا بالنسبة للوضعية التواصلية عندنا أستعمل وأتواصل إذا لاحظتم الصورة الأخيرة هنا وصف لأصدقاء وصديقات لعبة الغميدة جميعكم لعب هذه اللعبة وكل واحد يعرف عنها خصائص ومميزات إذن الآن مطلوم منكم في هذه الوضعية مناقشة هذه الصورة من خلال ما تطرق إليه هؤلاء الأطفال من تخطيطات والإجراءات التي تتم في هذه اللعبة المطلوم منكم أنتم أيضا وصف هذه اللعبة ولم لا أن تذكروا لعبا عديدة تلعبونها في بيوتكم وأيضا عندما تكونون في نزهة مع العائلة ومع أبناء الجيلان في الحي وهكذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر